افتتح سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ورشة عمل تدريبية حول نظام رصد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015 حتى 2030 والذي يشير إلى دور الحكومات وبقية أطراف المجتمع في الحد من مخاطر الكوارث ويهدف إلى منع نشؤها والحد من المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة تهدف الورشة التي تعقدها إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة على مدى يومين للتأكيد على أهمية حوكمة الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرات الوطنية عند استخدام هذا النظام للإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق المؤشرات الثمانية وثلاثين لإطار سنداي وتستعرض الورشة نظام رصد سنداي المعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة للحد من خطر الكوارث ويحقق أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة مما يسهم في المحافظة على المكتسبات الوطنية التنموية ودعم وزيادة نظم الإنذار المبكر من المخاطر المتشعبة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحد من مخاطر الكوارث تم اليوم افتتاح ورشة الحد من مخاطر الكوارث بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المختص بالحد من مخاطر الكوارث تدث الورشة بشكل أساسي لرفع وعي المؤسسات والقطاعات المختلفة في الدولة لدورها في الحد من مخاطر الكوارث من جهة ومن جهة ثانية متابعة التقدم المحرز على مستوى تنفيذ أهداف إطار عمل سنداي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مع وجود خبيرين من مكتب نفسه تم عمل ورشة عمل بخصوص إطار سنداي وتهدف هذه الورشة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 هدف مع وجود مشاركين من جميع الجهات المملكة البحر